مساء الخير موسم الهجرة السياسية إلى سوريا يعكس رياح التهدئة على بيروت العاصمة التي دفنت القرار الظني قبل صدوره وإذا ما جاء أذار الدولي فسيجد أن الأرض السياسية أصبحت مهيئة لتلقي الصدمة واستعابها من دون ضربة كف لأن قرائنا الاتهام ماتت قبل أن تولد وفي دمشق البال مرتاح ومطمئن حيث يأتيك بالأنباء النائب وليد جنبلاط مستحصلا على زاد من الهدوء بما يكفي للجمي أي تشنج واستنفار كتل جنبلاط وبعد لقائه الرئيس الأسد اليوم أكد في اتصال مع قناة الجديد أن الاجتماع مريح والأجواء ودية جدا وصريحة حيث كانت هناك جولة أفق حول مشاكل وتحديات المنطقة وأكد الأسد أمام زعيم الحزب التقدمي أهمية الحوار والتهدئة بعيدا عن كل تشنج والأهم أن جنبلاط سمع من الرئيس السوري كلاما وديا تجاه الرئيس سعد الحريري كلام دمشق سبقته تصريحات الإقليم والتي تمنى خلالها جنبلاط أن لا يذهب مجلس الوزراء يوم الأربعاء نحو التصويت لأنه لا يحل المشاكل وسيدخلنا الأمر في مأزق كبير قد يجر إلى أزمة وزارية على أن الوزراء لم يكنوا قد تبلغوا حتى مساء اليوم بموعد جلسة شهود الزور على أن تعقد الحكومة اجتماعها غدا في السراي الحكومي وستطرح موضوع المناقسات التي يجريها وزير الطاقة جبران باسيل في موضوع بواخر الكهرباء وعلى قاعدة العين بالعين وسكلين بالبواخر وربطا بسكلين خرج الوزير الأخضر يوسف سعادة ليوضح ملابسات التصويت في ليلة الانتصاف الوزاري 14 على 14 وقال للجديد أن التصويت غير سياسي ولا أحد يزايد علينا بموضوع المعارضة وأشار سعادة إلى أن مجلس الوزراء كانت تخذ قرارا بالإجماع قبل أربعة أشهر بالتمديد لسكلين لكن الخطأين غير مبررين وإن غفى وزراء المعارضة قبل أربعة أشهر عندما مدد العقد فإن لهم صوابق في النوم السياسي أثناء الجلسات المهمة حيث تمرر مياه الصفقات من تحت أقدامهم ثم يخرجون بعد فوات الأوان ليعترضوا ومن سكلين لبنان إلى سكلين أمريكية لوثت العالم بنفاياتها السياسية السامة من خلال ما نشر في وثائق ويكيليكس وما سمي بعار أمريكا حيث تسميت الصحفي روبرت فيسك واشنطن ولندن عقبتا على فضائح التورد بالآثام في العراق عبر قولهما إن ما نشر يعرض جنودنا للخطر في العراق وأفغانستان ولتدارك التعرض للخطر فما على الولايات المتحدة وبريطانيا سوى سحب جيوشهما من هذين البلدين حفاظا على سلامتهم لأن القهر سيولد القهر والعنف الأمريكي سيترك أصولية وتطرفا وسحب الجيوش وحده لا يكفي وبما أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير مطلوب للمحاكمة أمريكيا بتهمة القتل الجماعي بلا دليل فإن الرئيس الأمريكي السابق جوج بوش وزمرته ارتكبوا جرائم إبادة جماعية تستوجب المحاكمة والجميع تحت صقف القانون الدولي